السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبايا ملوك طيور الزين راجعنا لكم في فيديو جديد عن تغذية الطيور وهنتكلم فيه عن البطاطة الحلوة هنعرف عنها كل شيء من قيمة غزائية وفوائد صحية وطريقة تقدمها للطيور باكتر من طريقة لكن قبل ما نتكلم يا ريت كل اللي بيشاهدنا الاول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس فيصل لكل جديد على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزين راجعنا لكم مرة تانية البطاطة الحلوة كيد الكل يعرفها ومش محتاجة وصفة او شرح ندخل سريعا على القيمة الغزائية للبطاطة علشان تبقى عارف انت بتقدم ايه لطيورك من فيتامينات ومغزيات واملاح كل 100 جرام من البطاطة الحلوة بيحتوى على المغزيات التالية 360 كيلو جول من الطاقة 20 جرام كربائدرات 61 جرام بروتين 3 جرام ألياف 77 جرام ماء 0.5 جرام دهون 84 جرام سكريات اما الفيتامينات في كل 100 جرام من البطاطة فهي كالتالي 2.4 ميلي جرام فيتامين جيم 0.26 ميلي جرام فيتامين ايه 14187 وحدة دولية فيتامين ايه 0.8 ميلي جرام فيتامين بي واحد 0.6 ميلي جرام فيتامين بي اتنين 0.56 ميلي جرام فيتامين بي تلاتة 0.80 ميلي جرام فيتامين بي خمسة 0.21 ميلي جرام فيتامين بي ستة 11 ميلي جرام فيتامين بي تسعة 0.81 ميلي جرام فيتامين كالت اما الاملاح والمعادن الموجودة في كل 100 جرام من البطاطة الحلوة فهي كالتالي 337 ميلي جرام بوتاسيوم 55 ميلي جرام سوديوم 47 ميلي جرام فسفور 30 ميلي جرام كالسيوم 25 ميلي جرام ماغنيسيوم 0.03 ميلي جرام زينك 0.61 ميلي جرام حديد 0.26 ميلي جرام مانجنيس 0.15 ميلي جرام نحاس 0.6 ميلي جرام سيلين نيجي بقى للفواد الصحية اللي هتستفاد منها الطيور في حالة تقديم البطاطة الحلوة لها واللي منها احتواء البطاطة على فيتامين بي ستة بيحمي الطيور من اصابتها بامراض القلب والامراض التنفسية 0.16 ميلي جرام بيوجود فيتامين جيم في البطاطة الحلوة بيرفع من مناعة الطيور الزينة وقومتها للفيروسات وانتقال العدوى بينها وحمايتها من نزلات البرد في الشتاء 0.16 ميلي جرام بتساعد البطاطة الحلوة الطيور على تجديد خلايا الدم وتكوين العظام ونموه الفروخ بشكل جاي 0.16 ميلي جرام البطاطة الحلوة لها القدرة على طرد السمو من اجسام الطيور الزينة 0.16 ميلي جرام كمان وجود فيتامين دال في البطاطة بيساعد الطيور على غير الريش ونموه بشكل صحي 0.16 ميلي جرام وكمان امداد الطيور بالطاقة اثناء موسم التفريخ 0.16 ميلي جرام أما عنصر الحديد الموجود في البطاطة الحلوة فبيق البقبغوات والعسافير من الاصابة فأر الدم 0.16 ميلي جرام تغذية طيور الزينة على البطاطة بيساعدها على الاسترخاء وعلاجها من نوبات الخوف والإيجاد 0.16 ميلي جرام البطاطة بتأول جهاز العصب لطيور الزينة وبتعالج التقلصات لاحتوى على البوتاسيون 0.16 ميلي جرام البطاطة كمان بتعالج الالتهابات وبتحمل كيلة وبتنظم ضربات القلب عند الطيور 0.16 ميلي جرام بتحسن من أداء الجهاز الهضمة لطيور الزينة لوجود كمية جيدة من الألياف داخلها 0.16 ميلي جرام البطاطة الحلوة بتقلل احتمالية إصابة الطيور بالسرطنات المختلفة 0.16 ميلي جرام البطاطة بتعوض الطيور بنسبة بسيطة عن احتياجاتها اليومية لأشعة الشمس 0.16 ميلي جرام البطاطة الحلوة تحتوي على مجموعة متميزة من فيتامين بواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وتسعة 0.16 ميلي جرام اللي بتحتاجها الطيور على مدار موسم مكتاف الفروق بشكل أساسي 0.16 ميلي جرام البطاطاتortalhi 0.17 ميلي جرام البطاطة بالسرطه 0.17 مميلي جرام البطاطة زي البجي والكوتيل والروز والفشر وباقي البغبغوات سواء كانت الطيور دي كبيرة او صغيرة احنا بنقدم لها البطاطا بعد تأشيرها وغسلها كويس جدا وبنقطعها قطع صغيرة لكل طائر او جوز قطع واحدة مرة كل اسبوع اما الطيور مستقمة المنقار زي الكناري والحسون والزبرة وغيرها من باقي فصيلة الطيور مستقمة المنقار فدي بنقدم لها البطاطا الحلوة بنفس طريقة تقديم الجزر واللي بنبشرها وبنضف على خلطات البيت البقسمات وباقي الخلطات الاخرى علشان تقدر الطيور دي تاكل منها بسهولة طيب حد هيقول للبجي والكوتيل وغيرها من البغوات دي ينفع نقدم لها البطاطا بالطريقة دي ايوة ينفع عادي جدا وبدون اي مشاكل وبنقدمها برضو مرة كل اسبوع اما الطريقة التالتة والاخيرة فهيال الزغليل اللي بنأكلها يدوك وفيها بنسلق البطاطا عادي جدا وبنهرسها وبعدين نخفاها بالماء الدافي ونقدمها للطيور كوجبة واحدة مرة كل اسبوع بكده نكون عارفنا كل شيء عن البطاطا الحلوة وطريقة تقدمها لكل انواع الطيور انتظرونا في فيديو جديد وشرح جديد على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزين ربنا يحفظ طيورنا وطيوركم لكل شر تحياتي بها معكم اشتركوا في القناة